السلام عليكم متابعين الكرام متابعي قناة الوجه المشرقة ماذا لو لم تكن النشوة الجنسية موجودة على الاطلاق من المحتمل ان يكون شخصا ما يشعر بالنشوة الجنسية اننا لا نرغب حقا في الحديث عنها لكنها جزء اساسي من حياتنا هناك صناعات بمليارات الدولارات تدور حولها واصبح الناس مدمنين لها وقام العلماء بدراستها لعصور لكن لا يزال هناك لغز حولها بعض الخبراء يظنون ان النشوة الجنسية مصممة من اجل الحفاظ على اعادة انتاج البشر فما الذي قد يحدث اذا توقفنا عن الشعور بها هل سيرغب البشر في ممارسة الجنس مرة اخرى كيف سيتمكن البشر من النجاة هذا هو ما سيحدث اذ لم تكن النشوة الجنسية موجودة بدون النشوة الجنسية سيصبح الجنس شيئا عمليا مثل ممارسة الرياضة وقد يشعر البشر بالملل من ممارسته كالرياضة مما قد يؤدي الى انخفاض معدل المواليد ولكن هذه مجرد البداية بدون النشوة الجنسية سنكون في حالة صحية سيئة وستتغير الانظمة الدراسية وستحصل البيئة على العون الذي تحتاجه بشدة كيف يمكن لمثل رد الفعل الجسدي هذا ان يؤثر على عالمنا اذ لم يكن اي مننا قادر على ان يشعر بالنشوة الجنسية فهل سنشعر باهمية الذي يفوتنا اثناء النشوة الجنسية يقوم الدماغ بنقل كل مصادره لتحقيق هدف واحد المتعة جزء من الدماغ يقوم بافراز الاكسيتوسين وهو هيرمون يساعد في تنظيم الاستثارة وجزء اخر يقوم بالحفر بعمق لاخراج كل مستشعرات اللمس لديك خيالاتك الجنسية والذكريات واجزاء اخرى من الدماغ توفر بعض هيرمونات السعادة والمواد العصبية واكثرها ملحوظا هو الدوبامين وتقوم بخلط كل هذا معا ثم لديك شيء جيد جدا يجبه تجربة الهيروين لاول مرة وبالضبط مثل الهيروين يمكنه ان يؤدي الى العديد من القرارات الخاطئة النشوة الجنسية لا تمنحك شعورا جيدا فقط لكنها مفيدة لنا ايضا يمكنها ان تقوم بدور مسكنات الالام ويمكنها ان تقلل من الام الحيض وتحسين الدورة الدموية ومكافحة التقدم في العمر وتعزيز نظامك المناعي وقد تساعدك حتى في ان تعيش طويلا في دراسة تمت على مدار عشر سنوات الرجال الذين يشعرون بالنشوة الجنسية مرتين او اكثر في الاسبوع اعقل بنسبة خمسين بالمئة فاحتمالية الوفاء عن هؤلاء الذين يشعرون بها اقل وعثر على نتائج مشابهة مع النساء ولكن اذ لم تكن النشوة الجنسية موجودة فلن تكون هذه المميزات الفردية فقط هي الذي سنفتقده ولكن مجتمعنا باكمله سيتأثر ايضا بعض الازواج يستمرون في الانجاب لان هذا ما يكون جسد الانسان مبرمج عليها ولكن بدون اي متعة في هذه العملية فان معدل المواليد سينخفض بشكل ملحوظ واذ لم تكن تحاول انجاب الاطفال فمن المحتمل ان الجنس سيكون امرا مملا من الذي يرغب في الرقد في صباق دون ان يصل ابدا الى خط النهاية ومع انخفاض احلام اليقظة والخيالات الجنسية سيبلى المراهقون بلاء حسنا في مدارسهم ستتغير تحركات المواعدة والعلاقات تماما ولكن يكون هناك شيء مثل علاقات الليلة الواحدة ومع كل جيل من ما بعض النشوة الجنسية ستبدو الحياة على الكوكب مختلفة جدا سيختلف الاقتصاد مع انخفاض عدد الاطفال وسوق العقارات والمنازل سيتأثر لان الطلب عليه سينخفض وتعاني المدارس بسبب ان عدد الملتحقين سيقل مع انخفاض تعداد السكان ولكن لن تكون جميعها اغبار سيئة على الرغم من ذلك قد يكون هناك بعض الفوائد لانخفاض تعداد السكان بالنسبة للكوكب حيث انه سيقل عدد الاشخاص الذين يقومون بتلويث واستنذاف مصادره وقد تبدو الحياة على متن كوكب الارض مملة بعض الشيء ربما يوما ما سنشعر جميعنا بالملل من ممارسة الجنس لدرجة ان عملية التناسل ستتم من خلال التلقيح الصناعي في نهاية هذا الفيديو الرائع يمكنكم الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد الى اللقاء اشتركوا في القناة